سيدي أشرف السلام عليكم السلام عليكم الشيخ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عاية أسأل حضرتك بس أنا كنت يعني باختصار الموضوع أنا كنت شخص من ماشي من أقصى اليسار طريق أقصى اليسار لأقصى يعني مرة واحدة تمام تمام وبدأت إن أنا ألتزم بقالي تقريبا حوالي شهرين تمام وكنت حرطتك السبب مع الست ضعاء في الهداية بتاعتي فأنا دلوقتي كلما جي أنا أصال الفجر حاضر تمام وأثقر قبل النوم وقرأت القرآن وكل حاجة أجي أنام كوابيس بتحصل لي ويدوب أنام ربع ساعة وبعرفش أنام تاني خالص طيب حاضر سيب لي تليفونك سيدي أشرف قبل ما تمشي ماشي ارجع الكنترول وسيب لي تليفونك سيدي أشرف هقولك كلمة جميلة أوشي مش أنا السبب في هدايتك ولا الست دعاء فاروق مع خلص التقدير والتحية للست دعاء فاروق ولكن السبب أن أنت في قلبك خير وفي نفسك نور اطلع الله على قلبك فوجد الخير فيه ووجد النور فيه ووجد الهداية فيه ففتح لك الطريق ربما كلمات خرجت من فم ذلك العبد الضعيف بين يدي الله سبحانه وتعالى فأصابت لحظة في قلبك استجاب فيها قلبك وهدأت فيها نفسك فهنيئا لك لكن احذر أن تحمل نفسك على الدين مرة واحدة فترجع عن الدين مرة واحدة يعني ايه؟ كل إنسان عاصي وكلنا عصاء كل إنسان مذنب وكلنا مذنبون لما تيجي جاي من أقصى الشمال ما تروحش الأقصى لمين من راحت لا بالتدريك لأن النفس والقلب اللي احنا بنتكلم عنه ده ليه إقبال وليه إدبار فإذا أقبل أو أقبلت النفس فإديها قرآن وإديها الصيام وإديها زكاة وإديها قيام ليل وإديها اللي انت عايزه طب وإذا أدبرت خلاص أفرت تقفل من الطاقة من الشيخ يبقى الشطاء لا مش الشطاء لا النفس يجي لها مرحلة كده تفتر فيها عن العبادة تفتر عن الطاعة فنعمل إيه؟ النبي اللي علمنا صلى الله عليه وسلم يبقى ننزل تدريجيا عشان ما نرجعش الأقصى اليسار نعمل إيه؟ نصلي الفرض بس وبدأ الجزء القرآن تبقى صافحة وبدأ المية تسبيحة تسبيحتين عشرة وبدأ ألف الصلاة على النبي لا عشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي علمنا كده صلى الله عليه وسلم طب صيدي أشرف علشان الشيطان بيلعبه والشيطان شغال معاه طبيعي الشيطان خسر واحد من اللي كان أخش بهم النار خلاص ضمن أشرف أنه عاد إلى الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله فهنيئا لك هنيئا لك والله يفرح بتوبة عبدي هنيئا لك توبة من الله سبحانه وتعالى هنيئا لك غفران ما قد مضى هنيئا لك سترم في مغوآت ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال على أشرفه اللي زي أشرفه اللي زي حلاتي اللي جه من أقصر يصر لأقصر يمين ده اللي هو كل الذنوب اللي فاتت بالطرده قال عليهم إيه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله أكبر فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عشان كده سيد أشرف عايزك قبل ما تنام لو بتعرف تقرأ اعمل الفتحة سبع مرات على كباية مية أيت القرصة سبع مرات آخر أيتين من سورة البقرة تلت مرات على كباية مية ونام هتنام نوما هنيئا قرير على العين إن شاء الله ساكنا واستعذ بالله دائما من الشيطان الرجيم وهنيئا لك التوبة وأسأل الله أن يرزقك الثبات عليها وأن يغلق في وجهك وفي وجوهنا جميعا باب الزمن